الفرح و الابتسامة و النشاط و الشتح و الرضيح تحوله الى بكاء و عويل و جناسه في واحد العرس ضحية سيدي علال التازي باقليم القناة روح تحت في عرس في ديك المنطقة بجماعات المكرن شباب مشوش دواور تبادلوا العنف و تدربوا الشرح بالحجرة و العصي و مات واحتراعي ديال الغنم و هو في بداية العقد الثالث ديالو طاح اولحو فواد سبو الروايات تتضارب العرس كان في ديك التعاونية ديال البوشتية و اللي كيناب جماعات المقن شي حد كان معرس فرحان براسو جايب واحد الفرقة ديال اللي هيت الغرباوي نهيتها و كما هو معروف في البادية من اللي كيكون شي عرس و شي دوار و فيها الجق او الهياتة كي يجو الدراري ماشي غير ديال الناس الدوار يجو حتى من دوار واحدين اخرين مجاورين لفين كين العرس و احيانا من مناطق بعيدة هذا الشي اللي وقع في ديك المنطقة ديال الدوار يعني اولاد اولاد العناب الناسبة تاوا مساقوا الخبر دلالعرس و هات الدوار موجودة في جماعات المناصرة بنفس الاقليم خلال اقليم خلال اقليطرا ساقوا الخبر دلالعرس و مشاو باش يحضروه حيث الدوار والقراب مبيناتهم غيل و ديالسبو اللي كيف صل ما بين الدوارين قطعوا الواد و مشاو لدار العرس باش يتفرجوا في الهيت الغربوي و الحدود هنا الامور عادية جدا حيث هاد القضية ديالولاد الدوار يمشوا الدوار واحد اخر باش يحضروا عرس امر عادي جدا في البادية المغربية بل كيبقى امر مألوف بالعكس كين اللي كيكرمهم كيكرموه البراني عشي و يديروا البلاصة في التفرج هذا الى ما دارش البسالة او كنسكران او دارشي حاجة ما شهية هذي هادشي كان في ليلة الدرس العام العام جديد وقعتشي مناوسات وسوق تفاهم ما بين ولاد تعاونية البشتية و دوار العناسبة و هاد يتسولوني هاد سوق تفاهم كيفاش غادي يتطور الجريمات قاك ما تمشوفين خليكم معنا و هاد المقاطع اللي كتشوفوه هي من لحطة السخراج جوتة ديالهالك من مواد سبو شهية دراري ما هادو البرانيين من اللي جاول العرس شي وحدين في هون بغوا يدخلوه بشتحوا في بوستار شتح في البادية ما بقاش بحرش حال هذي البنس كانت شتح بوحدها و الولد كذلك شتحوا باب بشكل مختلط معاولد دوار قدر يبان الأمور عادية لكن لما كيتعلق الأمر بشي دراري برانيين يختلف الأمر و كيصير الغيرة ديال الولد الدوار و هاد شي اللي وقع في هاد العرس سيولاد الدوار لعناسبة دخلوه باش يشتحوا في الوقت اللي كانوا بنات التعاونية هما في القاعات هما كيشتحوا احتهم أفراء دعاية العرس معجبوه مش الحال كيفاش هادو برانيين مجي يدخلوه بنا يشتحونا مع ابنتنا مع أخوتاتنا مع كده كده و طبعا دخلو باش يخرجوهم من هاد الديس العرباء خرجوهم من العرس او من القاعة في كيشتحوا مش القاعة بمفهوم انه هذه القاعة أفراح يعني القاعة يعني ذلك البلاثة في كيشتحوا حيث ما معروضين موالو و دخلينها غير بسباب يتهيهم بالعراضة للأسف من هنا غادي تنطلق للك المنوشات والنزاع للأسف غادي يحتدم و يتحول الى ضرب و جرح ما بين طرف عين درالي دي للتعاونية او بالاحراب بعد من أفراد العائلة اللي فرحانة بالقريب ديالها طاردوا الدرالي البراني اللي جاءوا من الدوار الاخر تجروا عليهم من دار العرس و تبعوهم حتى جهة الواد الأمور زادت الثورات الى مواجهات ما بين الطرفين و هذي المواجهات استعملت فيها الحجارة و العصي و يويلك قليل التره طحية طبعا كان مع أصحابه اللي جاءوا من دوار العناسبة و كان هارب معهم من اللي كتبت الشير بالحجار و باش يحاول يهرب من شاهوه الباقي يركبوا واحد القارب تقليدي في هذا السبوه هو أصحابه لكن ولد تعاوني اللي حقوا عليهم و وقع اللي وقعه طح ينزل من القارب و كفيدوا و ديك المجداف باش يحاول به باش يدفع على راسه في مواجهة هذي المهاجمين دياله من التعاوني و ولد تعاوني لكن شي حد ضربه و شي ضربة خيبة للراس و طاح وسط الواد و كاللي كيقول بل يرما بعد ما مات رموا في الواد باش يغطيوا على الجريمة و هاد شي اللي ذكرت العائلة دياله ديال الضحية في خرجات إعلامية لكن تحقيق هو اللي غديكشف شنو قع بالضبط و هاش طاح او لاحوه المهم لجتت جبدات من الواد و شرحات من طرف الطبيب الشرعي بالصبيطار ديال القناة درام من اللي تحسي تغيرات الأمور و كاللي كيقول بلي الطرفان تفقوا باش يكتموها تسير ما يقولوها لحد ما يقولوهاش العائلته شنو قاع و ناس ديال المنطقة كذلك ما يتشاعش الخبار خوفا من فضاح الأمر ديالهم و هات الشي اللي كان حقيت حتى داز النهار عاد العائلة ديالو ساقط الخبار ديال الغرق ديال ولدها بين الضحية وصلوا الخبار باللي ولدو غرق فواتسبو و شمشي حاجة مشي عادية و مشابل لغجة درمية ديال سيدي على التازي قال لهم بللي ولدو مات مقتول و مشي غرق و البحث أصفر عن اعتقال المتهم الرئيسي اللي يضربوه و أيضا المشاركين يروفه الجريمة و المواجهة المتهم الرئيسي ووجهه بالمنصوب إليه و كيواجه الجناية ديال القتل عامل أما لربع الأشخاص الشباب الآخرين من الشباب التعاوني و الدوار الثاني سألتهم الضابطة القضائية حيث ما بلغوش على الجريمة و ما قدموش لمساعدة لازمة لشخص في خطر المتهم الرئيسي اعترف بللي ولدرب الضحية بشعصى بشي تحاشى أي ضربة منه حيث كان عنده مجداف و كيلوح به و بغي يضربو به يعني سبق له قال لهم بللي مكتش عندهم نياد القتل و المتهم الرئيسي و الشركاء الأربعة دياله و نشجوا في اللول قبل ما يعترفوه و نشجوا واحدة الرواية و تفقع لها فأول مرة و من يستمعوا لهم جدر المياه قالوا أن الضحية غلقا راسه يعني ما قتلوش لكن تشرح التببي بين أن السيد مات نتيجة النزيف دموي ناتيج على الشي جرح عميق بأدى تحدى و رحكين فلاصول مواجهة ديالهم بنتاج تشرح التببي و كما قلت تشرح داله و الطبيعي شرعي في مستشفى الإقليم الدريسي بقنيترا مني واجهوه جدر المياه بهذا الحقائق قرروا بكل شيء و باللي متهم رئيس اعترفوا بالجريمة و الشركاء دياله أو اللي تغافلوا و مقدموش لمساعدة الشخص في خطار و اللي مبلغوش على الجريماته هما اعترفوا باللي شيء مواجهات ووقعات ما بين ولا التعوني والدوار والمواجهة كانت عانيفة وأكدوا أنه تمت المطاردة ديال الدرير البرانيين حتى السبو بعد ما حاولوا باش يدخلوا يشتحوا مع بناس التعونية و باللي الضحية وعمروا 23 عام تلقى دربة فراسهم طرف متهم رئيسي و هذا المتهم الرئيسي كبير عليه تقريبا مثل سنين أما باقي المتهمين فالأعمار ديالهم كترة واحد ما بين 21 و 25 عام يعني مزالين فروخة فراي عن الشباب ديالهم ضعوا بالأسف ضعوا في لحظة كان ممكن يحكموا في عقلهم يعوض ما يندفعوا و يوصلوا للشي اللي وصلوا له وطحت على إثروا هذا الروح لا يرحم المرحوم ولا حول ولا قوة إلا بالله و أنتم كتشوفوه حجم الأسى و الحزن اللي على العيالة ديال الدوار ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا عليه العظيم و إلى فيديو واحد أخر دوتم أو فيه لقناة ماروكم كرام تيفي الجريمة المغربية ولا يبعد لكم مدركة